الحمد لله السلام عليكم المرة الضغط على الزر لايك ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء والصلاة عن نبي في التعليق اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليم هذه الآية سبق وطرحناها في اليوتيوب وعن كشف عن السحر وذلك ربما بعد الناس لم يرواها فيستمر السؤال عن كشف عن السحر هذه الآية تقرأ سبعون مرة في الليل وتدعو وراءها الدعاء الدعاء تقرأ ثلاث مرات وتنام مباشرة يكشف لك السحر ما هو عندك السحر أو من سحرك ولكن يجب تكريرها سبعة أيام لماذا؟ ليجب أن يكون تأكيد ليس أن تقوم بها في ليلة واحدة وترى رؤية وتبني عليها المستقبل كما أقول لائما يجب أن تتكرر الرؤية ولو مرتين أو ثلاث مرات كي تكون متأكد أن عندك ذلك السحر فأقل المدى هي سبعة أيام سترى في الشاشة هي الآية والدعاء جدا تكتبه تكتب الطريقة تقرأ الآية سبعون مرة والآية والدعاء قرأ ثلاث مرات وتكون النوم مباشر يعني من الأفضل أن تنام مباشرة سترى إن شاء الله ما نوى السحر أو من سحرك ولكن كما قلت أقل المدى هي سبعة أيام يجب تكررها يوميا حتى تكمل سبعة أيام وضح عندك الرؤية إن شاء الله هذا كل شيء أتمنىكم الخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر